السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنبدأ الفصل الخامس الدروس 101 حتى 105 الكسور الصف الثاني الابتدائي اول صفحة هنا عايزني اعمل دايرة على رقم 100 وارسمها فانا رسمتها هنا 101 نفس الحكاية بنرسمها وبنعمل لها دايرة دي مفاش اي مشكلة طيب هنا كمان برضو اوجد ثمن الاشياء الاتية كما بالمثال زي المثال هنعمل هنا عندي 10 زائد 9 بقوله 19 هنا 10 و 6 10 زائد 6 16 12 زائد 5 17 برضو مفاش اي مشكلة بنجمع بس الرقمين اللي هي اسعار الاشياء نفس الحكاية بجمع الاركام وبشوف السعر بتاعهم يعني هنا سبعة وعشرة سبعتاشر فبدور على رقم الفلوس ليه سبعتاشر قدي عندي 10 و 5 15 ودي 2 جنيه يبقى سبعتاشر طلعتاشر زائد خمستاشر اقول له 18 فبدور فين التمنتاشر قدي عندي 10 جنيه خمسة جنيه وتلات جنيهات يبقى 18 هنا تسعة وستة يبقى خمستاشر فبدور فين ادي خمستاشر جنيه عشرة وخمسة خمسة وخمسة عشرة جنيه مديني خمستين يبقى دي العشرة جنيه برضو سهلة جدا ما فيهاش اي مشكلة ويلا بينا النهاردة نتعلم الكسور لو فهمنا الحاجات البداية بتاعت الكسور خلص بقى هتبقى بالنسبة لنا سهلة فتعالوا نشوف هنا بيقولي الجزء الاول الكسر كجزء من الواحد او صحيح الكسر يمثله اجزاء متساوية يعني اما اقول اتكلم عن حاجة اقول دي فيها كسر لازم الاجزاء بتاعتها تبقى متساوية عشان اسميها كسر لازم اجزاءها تكون متساوية زي دول كده عندي اهو المربع ده بيساوي المربع ده بيساوي المربع ده ده اقدر اقول عليه ايه اقول عليه الشكل دوت بيمث الكسر طب هنا عندي اتنين قضى بعض واحد كبير جدا لا ده مش كسر ده مش كسر يبقى هنا الكسر او الشكل بتاع الكسر لازم يكون اه متساوي طيب هنا بيقولي اللون الاشكال المقسمة الى اجزاء متساوية فيما يأتي كما بالمساء اجزاء متساوية يعني اللي هي بتمثل كسر هو عاملي واحدة بيقولي هو ده زي مربع اسمه اتنين في الاتنين متساويين ده كسر ده ينفع كسر لا في جزئين قضى بعض وفي واحد كبير ماينفعش اه ده هم متقسم تلات اجزاء والتلاتة قضى بعض اقول له اه ده كسر فبلونه ده ماينفعش مش كسر وده كمان ماينفعش مش كسر لكن هنا الدايرة متقسمة اربع اجزاء قضى بعض فبقول له ده كسر هنا عندي شكل ده اه عندي تلات مسلسات هم قضى بعض برضه اقول عليه كسر فبلونه المربع متقسم اربعة مربعات قضى بعض بقول عليه كسر. ده طبعا مش كسر عندي جزء كبير وجزءين صغيرين فما يعتبرش كسر. انا اللي استفدتم من الصفحة دي ان الكسر كل اجزائه بتكون متساوية. سواء بقى كان دايرة كان مربع كان مستطيل اه كان مسلس. اي شكل المهم لازم الاجزاء بتاعته تكون متقسمة قد بعض عشان اقدر اقول عليه اه كسر. طيب الواحد الصحيح. تعالوا نشوف بقى الواحد الصحيح ده. عندي الدايرة دي. انا لو انتها كلها على بعضها ما قسمتش منها حاجة. فدي اسمها واحد صحيح. دي كده ايه? واحد صحيح. طب جيت الدايرة دي قسمتها نصين. يعني بينها من الاسمها نصين. يبقى ده اسمه نص وده ايه? واسمه نص كمان. طب دي قسمتها تلات اجزاء والتلات اجزاء متساويين. فكل جزء فيهم من التلاتة اسمه تلت. اسمه ايه? سولس. اسمه سولس. طب لو انا قسمتها اربعة قد بعض. فلو انتوا واحدة بس اقول عليها ايه? ربعة. اقول عليها ربعة. طب الاسم جيمني. هنا دي واحد اتنين. اللي اتنين تبقى نص. اللي اتنين متقسمة اتنين تبقى نص. متقسمة سلاسة سولس. يعني هي الرقم بين من الاسم. سلاسة سولس. طب هنا اربعة ربع. اربعة ربع. المتظلل عندي هنا ربع. المتظلل عندي هنا اسمه سولس. المتظلل هنا عندي اسمه نصف. وده واحد صحيح. طب تعالى المستطيل. المستطيل اهو كله على بعده كده. ده واحد. طب قسمنا نصف نصف ونصف. طب قسمناه لثلاثة اجزاء جزء الواحد اسمه سولس. الجزء الواحد بس اسمه ايه؟ السولس. طب هنا قسمناه الى اربعة اجزاء متساويين. الجزء الواحد اسمه ايه? اسمه ربع. بقى نصف سولس ربع. طب تعالى نشوف المربع هنقسمه ازاي? المربع ده كده واحد صحيح. كله على بعضه. طب هنا متقسم. نصفين نصف ونصف. ممكن نقسمه كده خلي بلت. ممكن اعمله كده ويبقى برضو نصين نص فوق ونص تحت يبقى برضو ايه جزئين يعني نصف ونصف طب هنا قسمته تلات اجزاء فدي هقول عليها ايه سولس الجزء الواحد اسمه سولس طب هنا قسمته اربعة كل ربع ققت بعضه يبقى ده الربع الجزء الواحد المتظلل ده اسمه ايه اسمه ربع طيب تعالوا هنا بقى بيقولي كده يشوفني فهمت اللي انا قلت ولا لا اه ده بقى اسمها ايه ده واحد من اربعة يبقى ربع طيب ده هنا نص ونص يبقى ده ايه نصف يعني جزء وجزءهم قد بعد متقسمة اتنين بس يبقى ده ايه نصف طب هنا عندي تلاتة منظل الواحدة يبقى ده ايه سولس نفس الحكاية هنا اربعة اجزاء منظل الواحد بس يبقى ده ربع يعني واحد من اربعة ربع يعني واحد من اربعة طب هنا تلاتة اه ده مش مستقيمة ده اسمها ايه سولس اسمها سولس طب هنا بقى عندي أربعة وهو مظلل اتنين وسايب اتنين يبقى مظلل ايه مظلل النص بتاعها مظلل النص بتاعها طب أنا بيقولي لون النص في كل شكل مقسم إلى جزئين أنا هشوف مين فيهم متقسم إلى جزئين وألون النص بتاعه دي تنفع؟ لا دي تلاتة دي تلاتة أنا لو لونت واحدة بس هيبقى كده تلت طب دي تنفع؟ لا برضو لو لونت واحدة بس هتبقى ايه؟ هتبقى تلتة طبعا لو لونت اتنين هتبقى تلتين فمش هتنفع خالص نص آه دي هي جزئين لونت واحدة بس منهم يبقى كده ايه؟ أنا كده جبت النص بتاعها أو لونت النص بتاعها طيب هنا لون الرابع في كل شكل مقسم إلى أربع أجزاء طب هنا متقسم لتلاتة من نجعه بيه هنا متقسم لتنين ما تنفعش برضو آه ده هنا هي متقسمة إلى أربعة يبقى هنزل للوحدة يبقى أنا كده جبت الرابع جبت الرابع طب هنا لون الثلس في كل شكل مقسم إلى تلاتة أجزاء دي متقسمة أربعة دي متقسمة اتنين ما ننجعه بيهم دي متقسمة تلاتة فانا خدت منها الطلت بتاعتها طيب هنا بقى بيقول لي يتكون الكسر من بسط ومقام الكسر بيتكون من بسط ومقام الجزء اللي فوق ده اسمه بسط اللي فوق اسمه ايه بسط وعندي هنا شرطة الشرطة دي اسمها شرطة كسر اسمها ايه شرطة الكسر شرطة الكسر الجزء اللي تحت أو الرقم اللي تحت ده اسمه مقامي بقى انا عندي الرقم اللي فوق اقول الرقم ده في البسط الرقم اللي تحت اقول الرقم ده في المقام طب الشرطة اللي في النص اسمها ايه اسمها شرطة الكسر شرطة الكسر طب كل الشكل على بعضه اسمه ايه اسمه كسر طب هنا بيقول لي عايز كسر بسط واحد ومقامه اربعة يعني فوق واحد وتحت اربعة هدور عليه كده اهو دا وهلونه طب كسر بسط اتنين ومقامه تلاتة يعني فوق اتنين وتحت تلاتة اهي فوق اتنين وتحت تلاتة كسر بسط اربعة ومقامه اربعة يعني اربعة فوق واربعة تحت اهي اربعة فوق واربعة تحت كسر بسط واحد ومقامه تلاتة ادي واحد فوق وايه وتحت تلاتة طيب كسر باسته واحد ومقامه اتنين ادي واحد فوق واثنين تحت بقي واحد على اتنين او نص طيب هنا بيقول لي ايه بقى بيقول لي اكمل الجدول التالي كما بالمثال مديني مثال كده عايزني انا اعمل زيه طيب تعالوا احنا نعمل زيه على الطول بقى احنا المثال عندنا موجود او مديني هنا تلات اشكال واحد متقسم نصين واحد متقسم اربعة واحد متقسم تلاتة بيقول لي عدد الاجزاء المزللة انا هشوف كل شكل ايه المزلل كم جزء فيه متزلل واقعا هنهقول وهنا عندي متزلل جزء واحد فكتبت له واحد هنا واحد برضو كتبت واحد هنا واحد كتبت واحد عدد الاجزاء الكلي كل شكل متقسم لكم جزء فهنا ادي جزء وادي جزء فكتبت له اتنين انصاف يعني نص ونص طب هنا ده متقسم أربعة والأربعة يعني ربع وربع 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 يبقى إيه أربعة طب هنا واحد اتنين تلاتة ده تلاتة يبقى إيه أس لاث يعني كل واحد ده بقى سميه سولس كل جزء فيهم اسمه سولس طيب الكسر بصيغة الرموز إزاي أكتبه بصيغة الكسر أول واحد واحد على اتنين واحد أهو متلون على الاتنين أهو يبقى نص طب ده واحد متلون على كام على أربعة هم أربعة يبقى الأربعة ده هتكتب تحت لو أنت كام واحد يبقى واحد على الأربعة ربع طب دول واحد هم تلون على كام على التلاتة واحد على تلاتة يبقى ده إيه سولس يبقى نص ربع سولس طيب الكسر بصيغة الكلمات لو أنا بقى هتكلم عنه بصيغة اللغة العربية أكتبها إزاي مش بصيغة الرياضة هقوله هنا ده نصف ده ربع ده سولز ده سولز طب هنا بيقولي حدد التقسيم على الدائرة والساعة ثم اصل كل شكل بالكسر المناسب هنا عندي فيه جزء واحد متظلل بس ده ربع ده ربع فوصلته بالربع طب هنا متظلل نص الساعة فاقول ايه ده نصف ده نصف طيب هنا الربع ده مين اللي بيمثله هنا اهي الساعة الدايرة اللي تحت النصف اهو اللي بيمثله الدايرة اللي فوق طب هنا حوض حول الشكل الليز يمثل نصف نصف يعني حاجة مقسومة 2 قد بعض اهو اول واحدة هي اول واحدة مقسومة 2 قد بعض حوض حول الشكل الليز يمثل 1 على 4 يعني حاجة مقسومة 4 تربع وكلهم قد بعض اهي مربع مقسوم 4 وكل المربع قد التاني. حوط حول الشكل الذي يمثل سولس. سولس يعني تلات اجزاء قد بعد. ادي واحد اتنين تلاتة. مظبوط اهيه. تلات اجزاء. حوط حول الشكل الذي يمثل الواحد الصحيح يعني مش متقسم خلص متلونة كلها على بعضها كده. المثلث اهو. عندي المثلث. طيب هنا بقى ده زي اختبار كده. بنشوف الاشكال. ده عندي هنا نصف متقسم نصين اهو. قد بعد اقوله ده نصف. واحد من اربعة ده ربح. نصين. انووصله بالنص برضو. واحد على تلاتة يبقى دي طلت. اهي. دي واحد من اربعة يبقى ده ربح. طيب الناحية التانية هنا اتنين وهنا اتنين. يعني ده نص. هو ملون اتنين وصيب اتنين يبقى ده ايه نص. هنا واحد من تلاتة يبقى طلت. واحد من اربعة يبقى ربعة. واحد من اربعة يبقى ربعة. هنا عندي نصين يبقى ده نص. واحد من تلاتة يبقى طلت. طب هنا ظلل الاشكال الاتية حسب كل كسر. نص يبقى هلون اتنين. ممكن الونهم كده. وممكن الونهم كده. المهم انه هما ايه يعني ينص بالشكل ده يا اما نصف بالشكل ده طيب ربع ممكن ألون أي ربع فيهم الشرط الأولاني ده لا ممكن ألون ده بس ممكن ألون ده بس أهم حاجة أنه واحد بس يتلون فأي مربع فيهم يبقى ده ربع طيب أنا عايز سولس برضو سولس هلون أي مربع فيهم مش لازم الأولاني بألون أي واحد فيهم ده كده كان الجزء الأول من الفصل الخامس هناخده بس كده كتعريف للكسر وان شاء الله بكرة انا هكمل لكم الفصل ده وراء بعد كده ان شاء الله بكرة ناخد الجزء التاني اللي هي كسور باستها اكبر من واحد ونتعلم ازاي بنكتب الباست والمقام شوفكم بكرة بازن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته